موظف الدوار الحكومية في بغداد والمحافظات يلبون دعوة الصدر بالاضراب عن الدوام الرسمي ومكتب العباديين في اتخاذه اي اجراءات رادعة بحقهم مجلس النواب يشهد صراعا غير معلن للفوز بمنصب وزارة الدفاع بعد اقالة العبيدي والكردستاني يؤكد ان للعبادي كاملة صلاحية لاختيار الوزراء الجدد عمليات الأنبار تعلن قرب انطلاق عملية نواسعة النطاق لتحرير جزيرة الرمادي والبغدادي وهيد وشرطة الاتحادية تؤكد مقتل 1200 مسلح في عمليات جزيرة الخالفية المالية النيابية تعلن وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام المقبل خلال الايام المقبلة وتكشف عن وجود هدر كبير للمنى العامة في الموازنة نشر اخبارية مفصلة من المدى اهلا بكم اهلا بكي نور اهلا بكم متابعينا في كل مكان الى تفصيلات هذه النشرة من المدى اضرب موظفون من انصار التيار الصدري عن الدوان في عدد من الوزارات والدوار الحكومية في العاصمة بغداد تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للضغط على الحكومة بتنفيذ الاصلاحات وقال مرسل المدى ان الوزارات التي شهدت اضراب موظفيها هي وزارات النقل والصحة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وعدد من الدوائر الحكومية في العاصمة بغدادة مبينا ان الموظفين من اتباع التيار الصدرية امتنعوا عن الدخول الى مقار الوزارات والدوائر الحكومية ونظموا الاعتصام امام بوابات الدخول مطالبنا واضحة جدا نحن لستوا بمظاهرة ولستوا بعصيان مدني وانما مضربين عن العمل بناء على الاصلاحات التي طالبتها المرجعية والسيد القائد مقتدى الصدر ولذلك مطالبنا واضحة امام الناس وامام الجمهور ليس الا احنا خرجنا من اجل ان نوصل صوتنا لكل مفسدين بصورة عامة لنقول لهم انكم لا تمثلون ولا تمثلون كل عراقي شريف لان البلد تعب من وراء الفساد هذا نستمر هسا يومين عندنا ووراها عندنا اعتصام مدني وحد ما تنتهي الامورها يعني للاصلاح والاصلح ان شاء الله الى ذلك شهدت محافظة واسط اضراب عشرات الموظفين عن الدوان في معظم الدوار الحكومية في المحافظة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مرسل المدى في واسط اوضح ان موظفية دوائر الحكومية بالمحافظة ابرزها مجلس المحافظة ومديرية الصحة والتربية اضربوا عن الدوام الرسمي من اجل التحقيق لاصلاحات الحكومية ومحاربة الفسادة كما اضرب موظف محافظة بابل عن الدوام في معظم الدوائر الحكومية بالمحافظة لمدة يومين من اجل الضغط على الحكومة بتنفيذ الاصلاحات من جاته اكد مكتب رئيس الوزراء حيدا العبادي ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء رسمي بشأن اضراب الموظفين عن الدوام الرسمي المتحدث باسم المكتب صعد الحديثي اشار الى ان ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن تشكيل لجان من مجلس الوزراء لمعاقبة الموظفين المضربين هي اخبار كاذبة مبينا ان العبادي لم يعطي ايضا اي توصيات بهذا الخصوص تؤكد الحكومة العراقية ان الوضع الامني وتحديات الارهاب التي تواجه العراق نظم الالاف من الموظفين من اتباع التيار الصدري اضرابا عن الدوام في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب في خطوة تصعيدية ضد حكومة العبادي حيث لاقت دعوة الصدر للاضراب انتقادات من كتل سياسية رأت ان الضرف الذي يمر به العراق لا يسمح بتعطيل الدوام في خطوة اعتبرت تصعيدية ضد حكومة حيدر العبادي نظم الاف الموظفين من اتباع التيار الصدري اضرابا عن الدوام في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر الذي دعت جمعة الماضي الى الاضراب عن الدوام يومي الاحد والاثنين احتجاجا على الفساد المالي والاداري الآن الضراب الجزئي ليومين الاحد والاثنين يعني يومين فقط من هذا الشهر وبعدها يكون هناك اضراب عن الطعام لمدة ثلاث ايام الجمعة والسبت والاحد هذه الاجراءات طبعا احنا الذي نخشى وعلى الحكومة ان تتدارك ان لا يكون اجراء اوسع واشمل وان تكون الجرعة اكبر وهذه قد لا تحمل الحكومة والبرلمان هي رسالة ليس الاخيرة وانما هي اتت بعد التظاهر وبعد الاعتصامات التفاعل موجود عند ابناء الشعب العراقي بشكل كبير ان شاء الله ننتظر من الحكومة ان تستجيب لهذه الدعوة لكي تصحح مسار عملها ولا قد دعوة الصدر انتقادات من كتل سياسية رأت ان الظرف الذي يمر به العراق لا يسمح بتعطيل الدوام داعية الى انهاء هذه المظاهر من امام مبنى الوزارات والدوائر الحكومية يعني في المرحلة الحالية انا اقراها من صورة العام الاتجاه العام او الوضع العام بالنسبة للعراق انه لا يطول ان كان هناك رسالة تريد ان توجهها كتلة سياسية معينة يجب ان لا يطول الاضراب لان لا يصب في الوضع العام للعراق يبدو ان الاضراب الذي دعا اليه الصدر هم قدمة نحو التصعيد مع الفرقاء السياسيين بحسب ما يراه البعض خصوصا وان الاسبوع المقبل سيشهد اضراب المتظاهرين عن الطعام ما قد يحرج الكتلة السياسية والحكومة امام جماهيرها بانها متشبثة بالمحاصصة من بغداد محمد صباح المدى اهلا بكم من جديد صراع غير معلن يشهده مجلس النواب عقب مرور اسابيع على اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي للفوز بالمنصب حيث تسربت قوائم تكشف عن اسماء المرشحين لحقيبة الدفاع قدمت من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري اضافة الى قوائم اخرى سلمت من قبل حركة اياد علاوي اسابيع على اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي داخل مجلس النواب يدور صراع كبير غير معلن بين الكتل السياسية للفوز بالمنصب حيث تسربت قوائم جديدة من المرشحين تأكد منها ثلاثة فقط هم كل من النائب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل والنائب السابق كامل الدليمي والنائب عن جبهة الاصلاح احمد الجبوري هذه الاسماء جاء ضمن وثيقة مسربة صادرة عن تحالف القوى وموقعة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اصدر مكتبه في وقت لاحق توضيحا بان ليس من مهمة رئيس البرلمان ترشيح اسماء وانما يقتصر على ارسال طلبات الترشيح الى رئيس مجلس الوزراء مقابل ذلك سربت قوائم جديدة من المرشحين فقد كشف مؤخرا عن تقديم اتلاف علاوي قائمة بمرشحين لتولي حقيبة الدفاع بعد رفضه لوزارة التجارة وضمت القائمة بحسب تسريبات غير مؤكدة كل من اللواء هاشم الدراجي المنحدر من مدينة سامرة كما تضمنت قائمة مرشح علاوي اللواء الركن رعد الحمداني الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري خلال المدة من 1999 وحتى 2003 ويعمل حاليا مستشارا لعدد من مراكز الابحاث كما قدم علاوي اسم فلاح النقيب وهو وزير الداخلية خلال حكومته مقابل ذلك تشير التسريبات الى وجود قائمة اخرى سيقدمها اسامة النجيفي وتضم النائبين السابقين حاشم الحسني وسالم دلي وبحسب مصادر نيابية فان الاسماء المطروحة على الساحة قد تزداد خلال الايام القادمة في ظل ضبابية المشهد المقبل بحسب هذه المصادر على مفاجآت كبيرة حول ما يستجد من اسماء مرشحة لوزارة الدفاع من بغداد صالح الطيب المدى هذا واكد التحالف الكردستاني رئيس الوزراء حيدر العبادي له كافة الصلاحيات باختيار الوزراء دون الرجوع الى الكتل السياسية اوضو الكتل صرحان احمد اوضح ان العبادي غير ملزم في اختيار المرشحين الذين تقدمت بهم الكتل السياسية لشغل المناصب الشاغرة في الكابينة الحكومية الحالية خصوصا وان جميع المطالبات في الوقت الحالي تهدفوا الى تعيين الوزراء الجدد وفق مبدأ التكنقراط وبعيدا عن المحاصصة السياسية هذا ورجح المجلس العلى الاسلامي العراقي ان تشهد الانتخابات المقبلة بروز كتل تكنقراط عابرة للطائفية تماشيا مع رغبة الجماهير المطالبة في الاصلاح الحكومية المتحدث باسم كتلة المواطن حبيب الطرفي قال ان الانتخابات المقبلة ستشهد بروز عدة كتل من تكنقراط عابرة للطائفية ستكون قادرة على ادارة الازمة المالية والامنية التي تعصفه بالبلاد مبينا ان رغبات الجمهور تغيرت وبالتالي فان الخطاب الطائفي لم يعد يجدي نفعا في الحملات الانتخابية لافتا في الوقت نفسه لان الحديث عن تسمية الكتلة السياسية ومشاركتها في الانتخابات المحلية مبكر جدا لكنه ضروري لاسيما لمرحلة ما بعد داعش اكد مقرر مجلس النواب ماذا يخنى ان القوانين ذات طابع سياسي لن تترح ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان دون اتفاق الكتل النيابي عليها وقال يخنى ان هناك قوانين عديدة تنتظر والتشريع قسم منها ذات طابع سياسي وخلافي لغاية الان لم تتفق الكتلة السياسية عليه كقانون المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز مبينا ان طرح هذه القوانين مع الخلافات توسع الهوة بين الكتل السياسية اعلنت اللجنة القانونية النيابية استلمها تعديلات الحكومة على قانون العفو العام وسيتم عرضها على البرلمان خلال الايام المقبلة اضوى اللجنة سليم شوقي اشار الى ان التعديلات الحكومية على قانون العفو العام تتعلق بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون والتي واجهت خلافات سياسية قبل اقرار القانون مبينا ان مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة سيعامل معاملة القانون حيث سيتم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه داخل قبة البرلمان جددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية دامها لقرار وزارة الخارجية بشأن استدال السفير السعودي ثامر السبان بيان للجنة ذكر أن اللجنة تدعم بكل قوتها قرار وزارة الخارجية بما يخص الموقف مع سفير السعودية في بغداد خصوصا وأن الأخيرة له تدخلات بالشأن الداخلي للعراق بشكل استفزازي لافتة إلى أنه حفاظا على العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسعودية يجب تغيير السبان بأسرع وقت ممكن فالزرع تنظيم داعس مشروع مياه مدينة الرتبة غربي الرمادي وقطع المياه كلياً عنها بعد تفخيخها بالعبوات الناسفة قيادته عملية الأنبار في بيان لها ذكرت عناصر تنظيم داعش قاموا بوضع عبوات الناسفة داخل مشروع بارماء الرتبة والمضخ الرئيسة التي تغذي المدينة بالماء الصالح للشرب وتدميره بالكامل ما أسفر عن انقطاع الماء عن أهالي المدينة لافتة إلى أن القطاعات الأمنية ستأخذ على عتقها توفير المياه لأهالي الرتبة قصفت طائرات القوة الجوية العراقية تحشيدات تابعة لتنظيم داعش كانت تروم مهاجمة قضاء حديثة من الجبهتين الغربية والشرقية رئيس مجلس قضاء حديثة خالد سلمان أوضح أن معلومات استخباراتية وصلت إلى القوات الأمنية تفيد بوجود تحشيدات لداعش على محيط القضاء مبيناً أن القوات الأمنية والعشائر انتشروا في السواتر واتخذوا إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي هجوم إرهابي محتمل لافتان إلى أن الغرات الجوية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم والتدمير العديد من آلياتهم أعلن قائد قوات الحجر العشاري الفريق رشيد فليح قرب انطلاق عملية جزيرة الرمادي والبغداد وهيت ولفتاف ليح أن المعركة ستبدأ قريباً بعد اكتمال مستحضراتها التعبوية والعسكرية المتمثلة في نوعية القوات التي تكون رأس الحرب بهذه المعركة مبيناً أن نوعية القوات التي تكون في الصفوف الأمامية يتوقف على طبيعة المنطقة الجغرافية وعن ما ستقتضيها المعلومات الاستخباراتية عن تجمعات المسلحين وطرق دفاعهم عن القرى أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة قتل أكثر من 1200 من عناصر تنظيم داعش في جزيرة الخالدية جودة أشار خلال مؤتمر صحفي أن الشرطة الاتحادية دورها تحرير الأراضي من سيطرة داعش أما مسك الأرض فهو من مهام القوات الماسكة والشرطة المحلية تنقتل أكثر من 1200 من المقاتلين الأساسين والرئيسين والمطلوبين للأرهاب في كل مدن العالم اليوم العراق يطف على ضوابك المملكات على الأرهاب للدفاع نيابة عن كل العالم نشترك بكل العمليات التي تستل إلينا من طبقات العمليات نشتركوا بأمر قادر عن قوات المسلحين بمخص مسك الأرض ليس من واجبنا ونواجبنا نحن نحرر ونعطي لمسل منتبل الشرطة المحلية وتقديم الخدقات المواطنية ألقت طائرات القوة الجوية العراقية ملايين المنشورات على مناطق قضاء الشرقات تحثهم فيها على ترك المدينة استعدادا للعمليات العسكرية لتحرير الشرقات خلية الأعلام الحربي في بياننا لها أوضحتنا المنشورات تضمنت أيضا تعليمات للمدنيين بضرورة الابتعاد عن أماكن تواجد داعش تحسبا لوقوع ضحايا بصفوف الأبرياء عند الغارات الجوية واتخاذهم دروعا بشرية من قبل المسلحين لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير الشرقات بالكامل من سيطرة التنظيم هذا وأفاد مصدر أمني في محافظة نينة وأن أحد عشر عنصرا من تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطيران التحالف الدولي جنوبي المحافظة وقال المصدر أن طيران التحالف الدولي قصف اليوم مواقع التنظيم في محيط ناحية الجيارة مبينا أن الغارات أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش وإصابة ستة آخرين فضلا عن تدمير عدد من الأليات التابعة لداعش ولفت المصدر لأن من بين القتلى أحد قادة الصف الأول والمقربين من زعيم التنظيم البغدادية ودمر طيران التحالف الدولي مواقع مهمة تابعة لتنظيم داعش بسلسلة غارات جوية في مناطق متفرقة من الموصل والحويجة بيان للقيادة المركزية للتحالف ذكر أن الغارات الجوية استادفت معسكرات سرية لداعش وأبراج اتصالات بالإضافة إلى استهداف مخازن للسلاح ومقرات تجمع للتنظيمة مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن تزمير هذه المقرات بالكامل وقتلت العشرات من عناصر داعش أول مركز لشرطة نينوى تشهده المحافظة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وسط حضور رسميا وشعبي حيث كشفت حكومة نينوى عن أعداد خطط متكاملة لافتتاح بقية المؤسسات والدوائر في المنطقة خلال الأيام المقبلة بعد أسبوع على تحرير ناحية القيارة في جنوب محافظة الموصلة من تواجد جرذان داعش افتتح أول مركز لشرطة نينوى في الناحية بحضور رسميا وشعبي دور هذا المركز سيكون المساهمة مع بقية الأجهزة الأمنية في عودة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة وتقديم الخدمات للأهالي الحمد لله تم ابتتاح مديرية قسم شرطة نينوى وهذا بداية خير إن شاء الله نحو المستقبل ونحو إعادة الحياة المدنية إلى أهلنا في ناحية القيارة ورسالة إلى أهلنا في محافظة نينوى في أن قيادة عمليات تحرير نينوى تقوم بكافة الأمور التي تقدم أهلنا في ناحية القيارة والقطعات جميحة في ناحية القيارة هي في خدمة أهلنا في ناحية القيارة تم في هذا اليوم المبارك افتتاح مديرية شرطة القيارة بحضور السيد رئيس مجلس المحافظة وعضاء المجلس المحافظة وقائد الشرطة وكافة الجهات الأمنية ووجهاء المنطقة وهذا دل على أن هناك أمان وأمن كامل في مدينة القيارة حكومة نينوى المحلية أعدت خطة متكاملة لفتح بقية المؤسسات والدوائر في المناطق المحررة خلال الأيام القادمة من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية للناحية نحن نعمل كحكومة معلية على إعادة الحياة والاستقرار وفرض سلطة القانون وهذا الشيء الذي يجمعنا كلنا الحقوق والالتزامات وحكومة نينوى المحلية المحافظة ونوابة ومجلس المحافظة كلهم إيد وحدة ستكون القيارة بإذن الله النموذج يحتذى به لتطبيق الخطة المدنية والتعاون مع الهجة الأمنية لأنه حقيقة الكل الكل مصر بأنه يجب أن نتعظ من مرحلة ما قبرى 10-6 وكانت لشرطة نينوى إسهامة كبيرة في عمليات تحرير ناحية القيارة الجنوبي الموصل من خلال مسك الأرض وإعطاء المعلومات الاستغباراتية خلال العمليات العسكرية من ناحية القيارة الجنوبي الموصل منافع الشمالي قناة المدى هذا وعفاد شهود عيان أن طائرات حربية تركية هجمت عدة قرى شرق محافظة ديهوك ما أدى إلى حرق وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأوضح الشهود أن ست طائرات حربية تركية هجمت محيط قرى هزانكي وجمي وبيلماند التابعة لقضاء عقراء شرق محافظة ديهوك مبينا أن الهجوم استمر لأكثر من نصف ساعة مسفرا عن حرق وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مما دفع بالمزارعين إلى ترك حقولهم خشية من استهدافهم وإلى ملف النازحين حيث وصلت الوجبة الخامسة من العائلات النازحة إلى قضاء الجرمة بعد تطهير القضاء من العبوات الناسفة والمنازل المفخقة وذكر أمر لواء الجرمة العقيد جمع الجميل أن العائلات العائدة تم تدقيق جميع أسمائهم تحسبا من عودة عناصر داعش إلى المناطق المحررة لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حاملات عمار والنهوض بالحياة العامة للمواطنين تقديم المعونات الغذائية والإنسانية إلى النازحين حال عودتهم هذا وأعلن المجلس المحلي لناحية عمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار انتشار الأمراض الجلدية في مخيمات النازحين بالناحية لتراكم النفايات داخل مخيماتهم قال عضو المجلس المحلي خضير الراشد إن ناحية العمرية استقبلت الألاف من العائلات النازحة من مختلف مدن الأنبار وخصوصا الرمادي والفلوجة والقرمة وناحية السقلاوية مما يتطلب توفير خدمات بلدية وصحية داعيا إلى توفير آليات وعجلات لرفع النفايات من المخيمات والإسراع بمعالجة المصابين بالأمراض هذا وأعلن مجلس محافظة الأنبار إكمال تطهير مناطق العسكري وضباط والشرطة والجغافي في قضاء الفلوجة وقال عضو المجلس محمد ياسين إن الجهد الهندسي والفني وبالتعاون مع المتطوعين أكملوا تنظيف وتطهير المناطق مشيرا إلى أن تلك المناطق أصبحت جاهزة لعودة النازحين إليها داعيا أهالي تلك المناطق إلى إكمال وإنجاز معاملاتهم ليتسنى لهم العودة لمناطق سكنهم دعا مجلس محافظة المثنى الحكومة المحلية في محافظة ديقار إلى إيقاف إجراءات ترسيم الحدود بين المحافظتين واعتماد السياسة المنفردة في تنفيذه نعم نور وقال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري إن الحكومة المحلية في ديقار بدأت بترسيم الحدود من قبلها فقد تأدون تدخل محافظة المثنى بعد امتناع الأخير لحين إيجاد الحلول الكافية من قبل الحكومة المركزية مبينا أن بعض المسؤولين يسعون إلى تأزيم الوضع وخلق أزمة سياسية أعلنت لجنة المالية النيابية أنها ستجتمع مع رئاسة الوزراء لوضع اللمسات النهائية على الموازنة العامة الاتحادية الجديدة قبل عرضها على مجلس النواب اللجنة في بياننا لها أشارت لأن اجتماعا مرتقبا سيجمع اللجنة النيابية مع رئاسة الوزراء ووفد من وزارة المالية في غضون اليومين المقبلين لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل إرسالها إلى مجلس النواب لافتان إلا أن معدل العدزة في الموازنة سيكون 35 تريليون دينار أي ما يعادل 32% من إجمالية الموازنة العامة مبينا أن الحكومة قدرت سعر النفط بنحو 38 دولارا للبرميل الواحد أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة تميمي أن الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017 تحتوي هدرا ماليا كبيرا التميمي أشارت لأن الموازنة ما زالت فيها فقرات كبيرة وكثيرة تحتوي على هدر كبير للمال العام رغم شكوى الحكومة مرارا من حالة التقشف المالي والسعي للإقتراض بمعنى أن البلد يغرق بديون خارجية بسبب السياسة المالية الخاطئة للدولة وعدم محاسبة الفاسدين الموجودين مبينة أن الهدر متمثل بإفادات وشراء طائرات خاصة وكثير من الأبواب التي فيها صرف كبير ظاهرة تحويل الأموال إلى مصارف في دول الجوار خصوصا إلى المصارف الإيرانية ستلقي بظلال سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل أكبر مما هو عليه الآن هذه الظاهرة تزايدت في الآونة الأخيرة عن طريق الحدود أو عبر شركات التحويل المالي هذا الأمر يثير المخاوف من عدم القدرة على استردادها مجددا وخسارة المواطنين لأموالهم تزايدت في الآونة الأخيرة حالة تحويل الأموال إلى مصارف في إيران مقابل فوائد تصل إلى 24% طبقا لمعلومات مؤكدة هذه العملية بحسب مختصين ستؤدي إلى تدهور الاقتصاد بشكل أكبر مما هو عليه الآن كثير من المواطنين العراقيين أودعوا أموالهم في مصارف الإيرانية لأن المصارف الإيرانية تدفع أسعار فائدة عالية تتراوح بين الـ 21% إلى الـ 24% وأنا أعتقد أن هذا رقم كبير أعتقد أنه تشكل هروب من دورة الدخل هذه الأموال يفترض أن تدور داخل البلد لكن أعتقد أن المناخ ما مناسب لذلك تتجه إلى بلدان أخرى هجرة هذه الأموال الكبيرة إلى دول الجوار يأتي من خلال تهريبها عن طريق الحدود أو عبر شركات التحويل المالي بحسب متابعين وهو ما يثير المخاوف من عدم القدرة على استردادها مجددا وخسارة المواطنين لأموالهم جراء النظم المصرفية الصارمة التي كالدول المفروض المبالغ ما تعبر المفروض يحدد للمواطن أنت خمس تاراب حشة تاراب دولار غير هذا ما يشي مو واحد يجي يهرب نصف مليون دولار وربع مليون دولار ويومية تسمع 300 ألف دولار وفتال مطار للمواطنين كذا هاي من الفلوس العراقية هاي ما موجودة بالعالم هذي بس عند العراقيين هذي عدم ضبط الدولة وعدم تساهلها في المواضيع الأمنية والاقتصادية الفلوس اللي تطلع خارج البلد ما ممكن أن تعود بسبب أن الدول المجاورة وغير المجاورة هي دول عدها نظم اقتصادية جدا صعبة ووضع معايير دولية بحيث ما ممكن أن يطلع من عدها فلس واحد النسب التي تعطى مقابل تأمين أموال العراقيين في مصارف إيران دعت الكثيرين إلى حد بيع بيوتهم والذهاب إلى هناك معطيات تؤشر ضعف إدارة الملف الاقتصادي وغياب الرقابة المالية على العملة الصعبة التي يعول عليها في النهوض بالواقع وعبور الأزمة الحالية فضلا عن احتمالية فقدان الأهالي لهذه الأموال ياسر الحطاب قناة المدى بغداد نشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان جدولا جديدا لتوزيع الرواتب إلى موظفي الإقليم يتضمن توزيع رواتب جميع المؤسسات الأمنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة وبحسب بيان الوزارة فأنه من المقرر توزيع رواتب شهر تموز لمؤسسة الأمن العام يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين كما سيتم توزيع رواتب شهر تموز لمجلس الأمن في إقليم كردستان الأسايش يوم الأربعاء المقبل رجحت السفارة الأمريكية في بغداد نمو مشاريع صندوق النقد الدولي بالقطاعات غير النفطية في العراق بحليول العام 2018 وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد كيما دابوة أن من الضروري إجراء الحكومة العراقية بعض الإصلاحات الرئيسية لتحسين المناخ الاستثمارية مبينا أن الاستثمار في المشاريع غير النفطية الإنتاجية هو أمر بالغ الأهمية ولفت دابوة لأن صندوق النقد الدولي سيوفر خمسة مليارات واربعمائة مليون دولار للعراق خلال السنوات الثلاثة المقبلة أعلنت الأمانته العامة لمجلس الوزراء صرف خمسمائة مليون دينار لإزالة زهرة النيل من حوض نهري دجلة والفراتة وذكر بيانة للأمانة أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المرسودة إلى وزارة الموارد المائية من الأموال المحسوبة على تخصيصات مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرتبة في العراق لافتا إلى أن مجلس الوزراء وجه أيضا أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بمنع تداول واستخدام نبتة زهرة النيل في المشاتل والحدائق واعتبارها خطرا يهدد الأمن الغذائي والمائي والتنوع الحيائي عزت وزارة الكهرباء قلة تجهيز العاصمة بغداد بالطاقة الكهربائية إلى تجاوز المحافظات الجنوبية على حصصها المقررة مشيرة إلى أن إنتاج العراق من الطاقة يبلغ حاليا أربعة آلاف ميجاوات وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس أن الوزارة تسعى إلى زيادة حصة العاصمة بالطاقة التي تجهز في الوقت الحاضر ما بين عشرة إلى إثنتين عشرة ساعة يوميا مبينا أن المحافظات الجنوبية تجهز بالطاقة ما بين عشرين إلى أربعة وعشرين ساعة أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء الرمادي التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في مدينة الرمادي وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن الأعمال تضمنت نصب عدد من المحولات والأعمدة ومد الأسلاك وأصلاح القبلوات جديد غير جسرة تأميم بطول 600 متر بدلا عن القبلوات المدمرة وإصلاح القبلوات المدمرة بفعل العمليات العسكرية بطول 3 كم فضلا عن تأهيل وتشغيل مغذي بتول كيلومتر ونصف مهنة فريدة وخاطرة يمارسها أبناء قرية أطلق عليها اسم البتران بسبب تضرر أغلب أبنائها بسبب طبيعة عملهم القائم على جمع المخلفات الحربية وبيعها لجلب لقمة العيش نعم نور مهند منخي أحد الضحايا من أبناء القرية يروي للمدى تفاصيل عن خطورة مهنته التي تسببت وفي أحيان كثيرة بفقدان العاملين فيها حياتهم مهند منخي ضحية انفجار أحد الألغام التي يجمع مخلفاتها لغرض بيعها طلبا للرزق كونه عاطل عن العمل منخي أحد ساكني قرية البتران الواقع في قضايا شط العرب وأطلق عليها هذا الاسم كون أغلب المغاطنين هنا تضرر جراء إصابتهم بسبب مهنتهم الفريدة من نوعها والخطرة والتي تحتمد على جمع الألغام بعد تفكيكها وإخراج أنواع من المعادن منها لغرض بيعها وإعادة تدويرها نشتغل بلم صفر وفافون على باب الله عليه الصدام بعد وإن قبل لا شغل ولا عمل رحيت ويعيهم جماعة طيق بس ماكو كظيته ما عرفه شين يماشي كظيته بفافون ما حسيت إلا بس فجر عليه والله جعبوني من المستشفى ظلت لي خمسة يام بالمستشفى فاغد الواحي والنوبة طلعت وهاي حالت فيش مكو قاعد وش عاكي القصص في قرية البتران لم تقتصروا على فقدان الأعضاء فقط فيروي لنا أحد شهود العيان لحظة وفاة أخوته أثناء عمليات الحفر والبحث عن الألغام لتترك حادثة موتهم ذكرى مؤلمة في نفسه لم يستطع نسيانها أنا بالنسبة لواحد من الناس عندي أخواني اثنين راحة وشهداء وسمعنا بس يعني فلاق تخلنا أسود ورحنا عليهم وهو صعب يعني وبسه طاق عليهم لق هم يحفرون بالقاء ويحفرون طاقينا بالكاركة أعتقد وفجر عليهم واحد ذاك مات بساعتها يعني واخوي لا لحقنا عليه شوية وطاقي تشضي هنا هنا العشرات من العوائل في قرية البتران فقدوا أحبتهم أو بعض الأطراف من أجسادهم قرية البتران الفقيرة لم تحمل إلا عنوانا واحدا ورائحة واحدة الموت أو الإصابة بلغم أو مقذوف حربي والتي لم تسلم منها حتى النساء التي شاطرنا الرجل هنا بالمجتمع حيث يخرجنا مع الرجل لجمع بقايا الحروب لتكون الإصابة أو الموت موزعة بالتساوي بين النساء والرجال منطقة تعد شاهدا حي على أثر للغام ومخلفاتها التي تنفجر على أهالي هذه المنطقة مما يستدعي جهودا تبذلها الجهات المعنية لغرض القضاء على هذه المقذوفات والمخلفات الحربية فيما تدعو الحاجة أهالي هذه المنطقة إلى العمل وسط الألغام حتى وإن أدت إلى الموت أو الإعاقة الدائمة من البصرة محمد الجابري المدى إلى ختام هذه النشرة مع التذكير بالعناوين موظف الدوار الحكومية في بغداد والمحافظات تلبون دعوة الصدر بالإضراب عن الدوام الرسمي ومكتب العبادي ينفي اتخاذه أي أجراءات رادعة بحقهم مجلس النواب يشهد صراعا غير معلن الفوز بمنصب وزارة الدفاع بعد إقالة العبيدي والكردستاني يؤكد أن للعبادي كاملة صلاحية لاختيار الوزراء الجدود عمليات الأنبار تعلن قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير جزيرة الرمادي والبغدادي وهيت وشرطة الاتحادية تؤكد مقتل 1200 مسلح في عمليات الجزيرة المالية النيابية تعلن وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام المقبل خلال الأيام المقبلة وتكشف عن وجود هدر كبير للمال العام في الموازنة نشرتنا الأخبارية انتهت شكرا لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم